فأنت أحمل لي الله! لكن عندما أقول لك السبب لا، فأنت أقول لك السبب أبداً ما بدأنا إذا وقفنا عندما المرحلة المواحدة، ما انتقلناش مرحلة الماثنين، لم نبدأ المرحلة التفاوض، لم ننجح في عملية ما في التواصل يجب أن ندرك الشيء التالي، إذا أردت أن تنجح، نرجع للوحة لتكلم عنها بشوية إذا أردت في التواصل، يجب أولاً أن تبدأ بعملية ماذا؟ عملية المجارة المجارة هي السر اللي بخلينا ننتقل من مرحلة مرحلة أخرى وذلك الآن أخواتي الكلمة، أنا أريد أن نتعرف على البرامج كلها لكي نعرف المرحلة مع أي شخص أو تقنع أي شخص، يجب أن تمر مع الشخص كم مرحلة أربعة مراحل، يجب أن تعرف كيف يفكر، وإيش النمط اللي ناسبه؟ إيش الأشياء اللي يركز عليها باللحظة عشان أقدر أن نتقل معه من حالة إلى حالة أخرى؟ جاهزين من نجرب؟ ماذا سنفعل؟ عندنا الجدول هذا موجود، طمعوا الجدول، ونحطت لكم النسطين نسخة جدول فقط في جروب، ونسخة جدول موجود في الأسفل فراغات، إيش الفراغات؟ ما هو السلوب التفاوض؟ كيف تفاوض مع كل واحد الدولة؟ يعني المفتح كيف تتفاوض معه؟ أيضا، المفتح كيف ممكن تنصحه؟ إيش النصائح اللي ممكن تتوجيه لهذا النمط؟ لا، أبعا، الصحة الصغيرة، يعني ما بقاش كلام كثير، أبعا بس كلمة ردة غطة هزيكية، إيش تنصحه؟ جازين؟ هذا الآن التمرين، هذا اللي بصلي خلالك خمسة جاية، جازين؟ بسم الله، بس عشان نسوي تمرين، ونشوف كيف طريقتنا في عملية التفاوض مع هذي الأنمان، يلا بسم الله يلا بسم الله أبعا. هم؟ اشتركوا في القناة